إذاً نحن عائلة مباشرة إذاً قبل ما نبدأ ودكتور إن شاء الله ننتظروا دقيقة تقريباً ريتمال الجمهوري التحق بنا باش نبدأوا هذا اللقاء الشيق مع الدكتور عثمان بن عفان إذاً قبل ما نبدأ إذاً قبل ما نبدأ نبغي الجمهوري تفاعل معاني إذا كان الصوت والصورة مزيان إذا كان الصوت والصورة مزيان لمرجوم الحضور أو الجمهور الكريم يتفاعل معاني على أساس أنه الصوت والصورة مزيانين إذاً الصوت والصورة مزيانين إذاً نبدأ هذا اللقاء على بركة الله مع ضيفنا الكريم الدكتور عثمان بن عفان إذاً بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين الكرام وأهلاً وتهلل ومرحباً بكم معنا اليوم إننا لجد فخورين بأن الصديفة اليوم في لقاء خاص ومباشر عالم مغربي ينطبق عليه قول الشاعر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبداً دهري بين الحفر شاب كافح وثابر لتحقيق أهدافه وطموحاته شق طريق النجاح والتألق منذ الصغر حاصل على عديد من الجوائز أبرزها وأرفعها جائزة مركز البحوت غلين وذلك سنة 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً وتكريماً لما قدمه من دراسات وأبحاث في مجال علوم الميكانيكا والطيران باسمكم جميعاً أرحبوا بضيفنا الكبير المهندس والعالم المغربي بوكالة الفضاء ناسا الأمريكية الدكتور عثمان بن عفان في هذا اللقاء الخاص والمباشر حول موضوع علم المواد أو ما يسمى باللغة الإنجليزية materials science أهلاً وسهلاً ومرحباً بك دكتور معنا اليوم في هذا اللقاء المباشر بين أحبابك وجيرانك في المغرب وشكراً جزيلاً على قبول الدعوة السلام عليكم وشكراً لأستاذ نابيل على هذه الدعوة أنهار كبير هذا أنهار الحد اللي جاءت للفورسة باش نتحتي معك ومع الطلاب والأستيدة في جامعة هذه محمد بن عبدالله بفاس وجامع الإخوة والأخوات المغرب وجامع العالم اللي عندك هنا في البرودكاست اللي يقدروا يندموا لنا الآن وشكراً لكم مرحبا دكتور شكراً جزيلاً على قبول الدعوة هذا فخر لنا أنك تكون معنا اليوم يعني من النازة وبمناسبة يعني لدكتور عثمان بن عفان من مواليد مدينة طنجة نعم شمال المغرب إذن بداية دكتور يعني نحن متشوقون جداً لسماعك وأنت تتحدث عن تجربتكم ومصاركم العلمي الحافز لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لشبابنا وليستلهموا منها العديد من الدروس والعبار بداية دكتور يعني نبهوك تحدد لنا على المصار ديالك وكيفاش أنك لتحقتي بالنازة المصار المهنة ديالي بدأ من سن صغير يعني من الطفولة كان لدي رغبة عمل في ميدان الهندسة ما كانش عندي يعني المهنة الميكانيكية والألكتروجنية ماهنة الهندسة الحهم ديالي كان صناعة السفون وعلم المحيطات والبحر فمن التكوين الثانوي دخلت إلى ميدان الهندسة في المهندسة الميكانيكية في تانويات مولاي يوسف التقنية في مدينة طانجا ومن بعد شهادة البكرية جاتني الفرصة نهاجر إلى أمريكا نا ولاية فلوريدا في أورلاندو لهدف واحد يعني الهدف الأول الأساسي هو طلب العلم يعني نكملت دراسة في الجامعة اخترت المواصلة نفس الشعبة يعني الهندسة الميكانيكية في الدراسة العلية واحن نقطة مهمة هنا يعني تقريبا باش نشوفوا بين الدراسة في المغرب ودرسة على برا واحن نقطة من غير نقص في اللغة الإنجليزية يعني الواحد يلا هجرنا من أمريكا كان الانتقال من الدروس اللي تعلمناه في المغرب إلى الدروس في الجامعة الأمريكية منسبة لي إيجابية جدا يعني ما جبرت الصعوبة كبيرة في المواد التقنية في الرياضيات والفيزياء بالمقارنة مع الطلاب اللي عدد دخلونا من الجامعة وكانت عندهم الصعوبة في البداية يعني هادي نقطة مهمة لعساب الدراسة في المغرب وديك الشي اللي كنتعلمه في المغرب ووش كيتحتاج من بعد ولا إلا في الناحية ديالي في الماثل ديالي حتاجته مزيان وخلال الرحلة مهم خلال الرحلة هادي من المغرب إلى الدراسة في أمريكا كان العديد من الصعوبات والتحديات سمعت بديك الماثل كي يقول إذا تغلقت باب وحدا يعني تفتح باب أخرى يعني تفتح باب أخرى تفتح بيبانة ولا باب أخرى مع الأسف حال سيانة في الحالة ديالي ضرورية تكون الحالة سيانة سخرة القول الخصوية يكون إذا تغلقوا عشرة الأبواب يمكن تفتح نافيدة صغيرة يعني توقعات ديالي توقعات ديالي تخمى معي يكون ديك شي ساهل ديك شي موجد ديك شي عادي ولكن واحد خصوي خدم زيانة ليا مهم أنا والأخ ديالي كنا كان خدموه تقريبا 12-15 ساعة في النهار الخدمة باش نخلصوا الدو باش نناكلو وباش نخلصوا المدرسة تخيل لبا 12-15 ساعة في النهار وبعد ذلك تبدأ المدرسة تبدأ الدراسة في المساء والتمارين في المساء وفي المهاية الأسبوع يعني السبت الحد لبعد أحيان الجمعة يعني هذا تقريبا في 18 سنة تقريبا كانت عندي 18 سنة نعم تخيل لبا من المغرب إلى أمريكا خليتي كل شي اللور وبديتي الحياة الجديدة وخصي تقرأ باختصار كانت كانت رحلة يعني هذه الرحلة هذه الدراسية والرحلة الشخصية وما كذا صعيبة ولكن الرحلة كانت ربتني على اليوم دربتني على اليوم مهمتي يعني ذلك الصعوبة اللي كانت في الطريق باش نوصلون هنا كانت مهمة مهمة كملت الدراسة في المستر وبعد الدكتورة وفي النهاية يعني ما باعتش بزاف من الرغبة والحلم ديالي كان الحلم ديالي هو سوفون في البحر والآن الحمدلله ناكن عمل في سوفون مشيد البحر سوفون الفضاء يعني مشي بعيد إذن بالنسبة لكم فلاش شديد الباكالورية ما كونش ناوي أنك غادي سمشي للناس واحد نهار يعني ما كانش عندك هذا توجيه نهائيا أو هذا الحلم البداية لا الحلم هو تكميل دراسة كانت دراسة الحلم الأول يعني الحلم من غير السوفون وهذا يعني الغارة الأول ودراسة العليا هذا هو الهدف يعني نقرأ ونتبعوا الدراسة وإن شاء الله يجيب الله تيسير في العام المناسب إذن من بعد حصلكم على الدكتورات من الالتحاق بوكالة الناسة مباشرة أو كان يعني بحشك التدريب ستاج ولا كيفش كان الالتحاق بالناسة ضروري خلال خلال الدراسة يعني في الأيام الدكتورة في سنة والدكتورة أربعة أو خمسة سنوات ضروري كنت كان أعمل ستاج يعني تدريب مع الشركات واحد من هذه الشركات هي النازة يعني قدمت الأبليكاسيون للنازة اللي اللي كان قوله لأنترنشيب يعني ستاج أعمل ستاج وبديت الخدمة والعمل مع النازة لتعرف على الناس تعرف على الميدان تعرف على النازة وتعرف على كل ما يتعلق بعلم المواد والهندسة الميكانيكية لأن علم المواد الهندسة الميكانية عندهم علاقة مع بعضياتهم وخلال ذلك كان الفرصة للعمل يعني خلال الدراسة ما كانش عامل يعني غير الصحيفة ولا غير في الوقت من غير الدراسة ومن غير الخدمة أخرى وكان مهم بززاف يعني هذي نصيحة ونقطة مهمة خلال الدراسة الواحد ما يكونش يغيط دراسة 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 فالحق سيبدأ وخمم فين عايكون يمشي ويمشي يتعارف على الناس ويحضر مؤتمرات ويطلب هذي السطاجات مثلا لأنه نحية ديالي كانت مهمة بزاف وهي اللي جعلتني ننضم إلى نازل بالنسبة للسطاج في البداية لأنك نعرف غير مثلا في المغرب أنك غير بجد السطاج مع شركة موقع شي شوية كتلقى مشاكل ما تقفلوك حتى في السطاج ما أدرك العمل يعني انت تمامي واش كان بسهولة وولوج النص بشكل السطاج تدريب ولا يعني كنت محضوظ لا كين ضروري شوي ملحد ولكن ما قلت لك هو بأن السطاج اللي دخلت للنازل كان هو السطاج يمكن العاشر أو نمر 11 لصيفة الأبليكاسي يعني ما قبلونيش في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وما وقفتش يعني الغارة يعني إذا بغيش حاجة خسيكت بقمعها هي النصيحة يعني قلت لك نعم مزيانة كتشوف يعني الرواية أو الرحلة دخلت للسطاج النازل بالحق ما قلت لك بأن حاولت مرة اللولة والثانية والثالثة يمكن عشر المرات حتى نجحت في الأبليكاسي ديال ندخل نسطاج النازل يعني الواحد ضروري ما أن يفكر بأن إذا تسدد الباب اللولة جرب وتتوكر على الله وإن شاء الله يكون خير ما يقش الإنسان دائما يدير المجهود واحد نارات سيصن نارات تجبر شي حاجة ضروري آه نسطاج من بعد السطاج يعني تم التحاك مباشرة بالنازل أو من بعد أنك كملت القرية ديالك عاد عود دفعت العمل نعم رجعت رجعت للدراسة في الجامعة وكملت الدبلوم وحين كان عندي السطاج مع النازل تعرفت على الناس تعرفت بالطريقة يعني يعني علم المواد والهندسة الميكانيكية والهندسة جيني غالما وهتمت بيها ومن لسالس الدراسة تصلت بالنازا مرة تانية لأن مرة لولا كان ستاج مرة تانية على الشكل طلب العمل ما دفعتش عشرات المرات أو حداشت المرة يعني مباشرة بالقبول إن ديزة عرفوا الخدمات ديالك إذا دكتور كنتم حصلتوا على جائزة ديال المركز البوحة تقلين في 2015 يعني كيف كانت هذه الجائزة وشنو الإنجاز اللي حقبتوا باش نكو حصلتوا عليها هذا الشرف بالمناسبة المغربية والمغربة كاملية أنك في النازا وتحصل على مثل هذه الجائزة المرموقة الميدان ديالي هو علم المواد يعني علم المواد فرع العلوم اللي كتتعامل مع تحسين وتطوير خصائص المواد يا ميكانيكية يا كيميائية يا بيولوجية إلى آخره وعلم المواد كتتعامل بتطوير وتكوين جديدة يعني مواد جديدة وهذه المواد تكون على شكل معدن أو خاليط معديني على شكل بوليمير أو على شكل سيراميك لاش نبسميه سيراميك عرفتي هذي إلى آخره كان بزاف الأنواع دي المواد وعلم المواد عنده علاقة تخصوصات في الهندسة ديال علم المواد وعلم المواد هي اختصاص ديالي أنا من اللي تخرج من بالديبلوم تخرجت في اختصاص في علم المواد من ناحية خصائص يعني هيكلية أو فنكشنال يعني وظيفية في مجال طيران والفضاء العمل ديالي في النازالة هو البحث وتطوير في واحد المعدن أو خاليط معديني اسموه بالإنجليزية shape memory alloy shape memory alloy يعني خاليط معديني اللي عنده داكرة شكلية مثلا ذاته داكرة شكلية هذه التكنولوجيا كنتستعملها في أجهزة المحركات مثلا النشر الهوائيات في الإسباس في الفضاء مثلا الواحطاقة الشمسية في الفضاء الانتينات إلى أخير حين الوصول إلى الأوربيت يعني ماشي خلال الانطلاق الصاروخة والساطيلت حين الوصول إلى الفضاء يعني كنتستعملوا وعليش كنتستعملوا هذه المواد هذه علش كنتستعملوا هذه المادة هذه اللي نخدم فيها وهي اللي جات فيها ديك الجائزة تخيل مثلا الآلات الهيدرولوكية والهوائية والإلكتريك تقيلة الوزن صحيح؟ وحجم كي يكون كبير مثلا تقريبا اليوم في 2020 تقريبا تماما لوضع واحد الكيلوغرام مثلا واحد الكيلوغرام ديال ديال اي حاجة واحد الكيلوغرام ديال في الفضاء هو تقريبا يعني عشرين ألف دولار تقريبا مئة وتمانين ألف فاولا مئة وتسعين ألف درهم واحد الكيلو تخيل ديال بشددك الآلات المحركات الهيدروليك والهوائية إلى الفضاء يعني عاد تكون صعيبة بزاف وغالية بزاف صحيح؟ وبالعكس هاد المادة أو هاد الخليط المعديني لانا كان ختم فيه اللي يسمو شيء ميمني آلوي عنده الوزن خفيف وعنده الحجم صغير ولكن الطاقة الطاقة اللي كتخرج منه أو كتفة الطاقة عالية جدا كبيرة بزاف يعني هاد الظاهرة كتوقع من ناحية الفيزيك يعني الضارات في الميت تخيلتين قطعة معدنية تتحرك يعني القطعة تقدر تتحرك بهالحاجات ما كانش الموتور ولا هيدروليك ولا الزيت ولا الهواء ولا شي حاجة آخر يعني فقط قطعة صالبة المعدن يمكن أن تستعملها كمحرك يعني هذا الشعب هادي أو لهذا الميدان هادي في Shape Memory Alloys اللي طبقته من واحد مجموعة من أجهيزة مجموعة من آلات اللي نازك تستعملهم أو لعن تستعملهم في المستقبل إن شاء الله هو اللي حصلت على هاد الجائزة في 2015 ما شاء الله يعني هذا تبارك الله مشروع عملاق اللي غادي ينقص من النازل في الجانب تمويل بزاف ديال الجهد في المواد نعم مشي غي مثلا هذا المثل اللي أعطيس لك غيف الفضاء ولكن كان مثلا في الطائر للحاجة هي عندنا كنشوفوها دائما يعني الفضاء يمكن واحد ما كيشوفش الأقمر الصناعية و السفن الفضائية وهذه ولكن كاملين كنشوفو الطائرات في نفس نفس الفكرة هاد شي كتطبق في الطائرات في الأجنيحة وفي الحاجة ديال كنترول ديال الطائرات والمسائل في حالي دك إذن قبل ما تحدثتوا على هاد الأمور هاد ديال الطائران و الصواريخ كما يقول تيقل المثال المغربي شي واحد كيكون مشغول بزاف كان قولوا ليه واش بيت كتصنع في الصواريخ إذن عندنا مثال حي عثماء بن عثان اللي كيسا صناع الصواريخ والطائران إذن بالمناسبة بعد ما ننتقل إلى السؤال آخر كيف اشجر اسم عثماء بن عثان لأن حتى البحث في محركات البحث في الانترنت كيف خرج الخليفة ماشي هذا في كليف لدي فعلا يعني حتى تلن دير وكالة الناص الأمريكية عاد كاللقاء عثماء بن عثان إذن كيف اشجر الإسم والإسم العائلي هو بن عثان والأب ديالي رحمه جاتوا فكرة والأب الأم يعني شويهم جاتوا فكرة يعملوا عثمان بن عثان يعني أنا مثال لدينا أنا ماشي قريب من عثمان بن عثان الحقيقي ولكن الحمد لله كنحاول من ناحية الشخصية وناحية الدينية والعمل ديالي نعمل 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 مزيان في الحياة الحمد لله إذن عثمان بن عثان سؤال مهم هو ماذا من الموضوع ديالنا اليوم على علم المواد شنو كنقصدو بعلم المادة أو علم المواد بصفة عامة قربنا من هذا العلم إن الكثير ما كيعرفش هذا العلم شنو هي الاهتمامات دياله الخصائص دياله وفين يمكن نلقوها في الحياة اليومية ديالنا مثلا علم المواد يعني أي حاجة اللي كنشوفو إحدانا فيها مادة مادة إما معدنية إما مثلا بلاستيك بوليمير إما سيراميك كاسداتي مثلا أي حاجة عندي علاقة لإحدانا يومية كنشوفو هي المادة ومادة عند علم المواد هي عند علاقة بمشيغي واحد الموضوع عند علاقة بالهندسة عند علاقة بالفيزية عند علاقة بالعلم أخرى يعني كتتعلق وكتتطبق في جميع أنواع المايدين فمثلا في علم المواد في المعادين كنشوفو مثلا طائرة طائرة أجنحة وذيل وكل أنحاء طائرة داخل وبر كل معادين كنشوفو مثلا صيارات صحيح صيارات كنشوفو الصيارات كنشوفو أي أنواع الصنع في شركات أو كل تدبير مثلا في المحيطات عنا ديك ويند ميل طاحونات الهوائية كلهم عندهم جميع جميع أنواع دي المشيغ المادين جميع أنواع المواد المادين والبوليمير والسيراميك يعني علم المواد ضروري أن البحث عن أحسن مادة لخصة ماغنيتيك أحسن يعني تحسين المواد عن طريقات مشيغ الفاضة يعني الحالة ديالينا في الفاضة والطيران ولكن أي حاجة ديك نشوفو حولنا يعني مواد فيها مادة وهذا مجال الاهتمام ديالكم أي حاجة فيها المادة فقط وش متعلقة بصناعة الطيران والصواريخ ولا كلمشاريع أخرى إحنا مثلا لنsque أولى الأهمية الأولى هي الفضاء والطيران لأن الناذا هي الفضاء والطيران ولكن عندنا مشاريع بزاف مع عندها علاقة بالPD والطيران عندنا العلاقة مثلا بالبحر والبيئة مثلا هنا في الأرض لا مامشيون الفضاء الن Ages تايا عندها خدمت بزاف مع مشغ الفضاء والطيران ولكن مثلا البيئة في البحار هنا كتشوف مثلاً الأمريكا كبيرة كتشوف لدينا الفيضانات والهوريكينز وهذه وهذه يعني النازع عنده دور كبير مشيغي في الفضاء يعني دائماً عنده كتبداً من الأرض في المواد من الأرض ألصلاً المواد كيخرجوا من الأرض وكيوصلون الفضاء صحيح؟ فعلاً، الدكتور كان لقوا بأن الإنفاق في هذا الجانب الفضاء كبير في الجانب المادي لكن أموال طائلة تنفق في البحث العلمي المتعلق بالفضاء أو متعلق كل ما يقلتم البيئة أو الأرض أو كل ما يتعلق بالأرض إذا النازع كانت تنفق بزاف أموال ووقت كبير لهذه الأشياء ماهو في نظرك القيمة المضافة في هذه الأبحاث العلمية على البشرية؟ شو، نعطيك واحد مثل مثلاً مثل صغير فين الاختراعات والكتشفات النازع كنستعملوهم اليوم ويمكن قام ما عارفينهم قام ما كنعرفوين ذو الاختراعات ديال النازع مثلاً أشياء اللي كنستعملوها في البحث في الفضاء الساطيليد وهذه وهذه كنستعملوها في اليوم خيل مثلاً آلة التصوير اللي عنا في الهاتف في الهاتف نعم شو كنلي اختراع السنسور للتصوير نازا تقريباً في 1990 1995 دابا اليوم أي واحد عنده تليفون وكستعملوه للصور والفيديو هادي وهادي بحق ما كنعرفو شو بي أن هاد هاد السنسور هذا نازا اختراعاته خرج من نازا مثلاً تقنيات هذه لتنقية المياه تنقية المياه يعني كان المشروع كبير في عام 1960 1970 النازا يعني عنا رواد الفضاء خلصهم يشون الفضاء وخلصهم يحتالوا على المبزة اليوم هاد تنقية المياه كتستعمل في أي بلاسة في ديورنا في المشاريع في أي بلاسة شكون اللي اختراع هاد هاد تنقية المياه هاد السيستم تنقية المياه النازا هادي تقريباً ستنعم مثلاً وزيد الموس السوغي شنبسميه السوغي للحاسوب الفارة الفارة فارة في حال كنقوله حتى شكون اللي اختراعه النازا النازا كاتسكانر اللي كمشي عند الدكتور كعملك دي تصور شيء يعرفت كاتسكانر سكانر هادك يعني عنده الدور كبير بززاف الحياة دينا إذا كنت مريد الله يحفظ مش كين الطبيب كتستعمله هاد يعني هادك شي روتين عادي اليوم هاد شي روتين في أي الطبيب كتشي كتجبر سكانر كتستعمله هاد السكانر هادة تختراع مع النازا يعني هادي غيء أمثلة بسيطة لي هاتشوف اللي ان الاموال اللي كتصرفوا في اكتشاف الكواكب والاكتشافات برا الفضاء ماشي غيء كتبشي يعني غين الفضاء كترجع من الأرض وكنستعملوها هنا في الأرض فعلا إنا دكتور كالكتير اللي عندو نظرة فقط محدودة بأن الناس كل ما يتعلق بالفضاء وبالتالي هاد الأموال الطائلة اللي كتنفقوا عليش غد نطلعوا الفضاء واشنو غد نديروه واشنو الهدف مثلا الوصول للمارس او القامار يعني دائما كيكون عندنا هاد تساؤل بأنها تتمشي أموال طائلة في الخوال الخاوي كيف كان نقولوه وبالتالي شنو القيمة المضافة في الواقع خصوصا على البشرية لكن كيف بيهمتوا حاليا بأننا رأيك أشياء كثيرة اللي احنا ما عارفينه مش خصوصا في تطوير طائران اللي نكلقوا طائرات يعني دائما كين تطور مش الطائرة اللي تنعت أول مرة هي الثانية هي الثالثة وكيف قلتم يعني كين الأبحاث اللي خرجت بها الناصة هي اللي كنستبدو منها صحيح وكينة حاجة أخرى بعد الأحيان كنت سمعون نازا يعني تفكريني كمشين لسباس لسباس فعلا وكين نازا في هالطايران يعني اش حاملنا خد طيارة وكنتيقوا في طيارة كنتتيقوا بأن الطيارة عدينا من هاد الماكن الى هاد الماكن يعني يعني دكت التطور اللي كانت في الطيارة يالأجنيحة يالكنترول سيستم يالبزاف ديالتكنولوجية اللي ناسا خدمت فيها يعني إلا خدمت فيها الطيارة يعني طيارة صغيرة للبوحوت ومن بعد مشات طائرات كاملة يعني اليوم كاملين كنستفدوم الطيارة تخيل مثلا بغي نسافروا من هنا من مراكش نتانجا بالسيارة عادي دلوقت الطيارة كده ساعة ونص يعني كاملين كنستعملوا هاد الفائدة اللي ناسا خدمت فيها فعلا إذن دكتور نتقلوا المسألة أخرى مهمة ليس مهمة بشكل كبير ولكن بحكم أنكم عايشين نقدرون لديكم احتكاك مباشر مع الفاضاء خصوصا أنكم في واحد المرتبة رائعة اللي تمكنكم معرفة حقائق علمية كبيرة مسألة لخلقها جدل لكن في نقدرون نقوله صفوف العامة لأن الكثير ما عرفش كيفش يجاوب على هذه التساؤل بشكل علمي أولى بأنهم لم تطلعش على الأمور بحالكم والتي هي مسألات كوروية لأرض هل الأرض مسطحة أم كوروية؟ وكيفش مكلككم تقربوا للجمهور الكريم بشكل مبسط وبشكل علمي نخلكم شنو هدي تقولون أنتم هل كوروية أم مستعم؟ كانت عندي واحد الكورة هنا كنت تكون سنين مريئاً مميم السؤال يعني كاين مميم إحنا نحترم الأفكار دائية واحدة ولكن في حالة قلتنا نحاول نقرب شوية من نظر ديالي واش الأرض واش كوكب الأرموس الطاح أو كوروي أي على الشكل الدائري فالجواب هذا تكتشف يعني هذي 2500 سنة يعني كما نمشينا المدرسة سمعنا في اليونان القديمة فلسيفة كمثلاً بيتاغوراس والأريستو وغيرهم استعملوا الملاحظة استعملوا قوة الملاحظة يعني استعملوا قوة الملاحظة في يشوفوا القمر و يشوفوا الضل كيفة يعني كتجي تضل مثلاً ليك تكون نص قمار يعني على حساب النهار و للليل شافوا القمر و شافوا كيش تضل للأرض مع القمر واستنسجوا بأن الأرض كوروية دابا رجعوا الآمام اليوم هذي 2050 متاع ما هذي أيام يعني اليونان القديم دابا رجعوا الآمام اليوم في سنة 2020 و بإمكاننا أن نستعملوا نفس طريقة طريقة الملاحظة يعني اللحظوا شني أمامنا و شني نقدر نشوفه اليوم عندنا صور عندنا فيديو و ما ننسوش عندنا أشخاص عندنا أشخاص رواد الفضاء اللي هما في المحطة الفضائية ISS محطة الفضائية الدولية ISS International Space Station اللي هما كيشوفوا الكورة الأرضية يومياً ليلو نهار يعني غير تطلهم الطاقم النافيدة و كيشوفوها و حالياً تقريباً ماشي دابا عنا ثلاثة تما في في Space Station كان ثلاثة دروات والليوم إن شاء الله في سبعة ونوص أربع آخرين عاي يطلعوا ما عارش وش يصير الخبر اليوم سبعة ونوص سبعة ونوص هنا يعني الوحدة ونوص بالمغرب أربع دروات آخرين إن شاء الله عاي يطلعوا و إن شاء الله يخرج كل شيء بأخر حتى في حالة مثلاً ما كينش قولوا ما كينش الحضر إنساني اللي عاي قدار الكونفيرمي قلنا شني كاين من البداية ديال البروغرام تقريباً شي 400 إلى 500 دروات الفضاء اللي وصلوا الفضاء يعني هات 400 و 500 كامل بهم قالوا بأن الأرض كوروية كوروية ماشي سطحية وعند تقريباً اللي نقوله مثلاً ما كينش هاد الإنسان ما كينش الإنسان عنا غيس صور من الساطيلة أو لشي حاجة مثلاً كالمريخ يعني المريخ شحال بعيد 50 ألف كيلومتر 50 مليون 50 مليون 50 مليون كيلومتر من الأرض مثلاً ولكن عنا صور داخل وخارج المريخ يعني المريخ شو شحال بعيد وكان عارفو بأننا متصور الفيديو بأن المريخ كوروي والمرخ كوروي والشمس كوروية والقمر كوروية يعني ملاحظة بأن متصور الفيديو وكل شيء الأرض ستكون كوروية يعني إذا بغى أي واحد يشوف أي واحد فينا دابة في هذا الوقت دابة بغى يشوف الأرض من على بره كان الفيديو إذا مشيتين ناسا ويبسايت كان الفيديو مباشر تقدر تشوف الأرض من على بره من السباي ستيشن المهم هذه هي قوة يعني قوة الملاحظة قوة غين لاحظه إذا كانت مثلاً الملاحظة غير كافية الملاحظة فقط غير كافية فبكننا نعملو تجربة صغيرة 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 وبسيطة أي واحد فينا يقدر يعمل دابة لإقتال البحار يعني يمشين البحار على الشاطئ ولاحظ سافينة أو مثلاً ديك ويند ميل ديك تحونة الهوائية في البحار ولاحظ بمجرد عيونك أو استعمل ديك الجيميل شني بسميه النظارات بايش بايش تشوف السافينة كيف كتظهر السافينة من البعد إذا كانت الأرض مثلاً الأرض صغيرة الأرض مسطحة مثلاً وبعدتي 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 يعني السافينة على الظهر صغيرة وصغيرة 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 مثلاً إذا كانت سطحية بالحقيقة إذا ما كانت سطحياً مثلاً إذا كانت الأرض كوروية كتظهر ما بعد شي كتشوف غير طرف دياللك السافينة عاد تفقى سبعد سبعد عاد تشوف غير ديك العامود فينك تكون راية يعني ضروري مجرد من هذه التجربة هذه هناك يعني عايكون إنحيناء في الأرض يعني عايكون كورواتيغ عايكون إنحيناء في الأرض لان ما كتشوفش سافينة كاملة عايش تشوفها كتختافة وكاين براهين وإثباتات عديدة الإنسان لازم يخصوه يطرح السؤال ويحل النظرية يعني يحل شويش ماشي عير قول والسلام ومثلا أعطيتك مثلا للملاحظة وتجربة صغيرة وإذا كانت الملاحظة وتجربة ماشي صغيرة يلا قلت لك اليوم عايخرج الصاروخ في سبعة ونصف العشية والوحدة ونصف في المغرب فاربعات الناس يعني هاد باش يخرج هات الصاروخ كاين حسابات صعيبة بالحق حسابات دقيقة يعني الحساب يكون ما فيش تخرشيش في حالة اللي كان قوله احنا مثلا مصر الصاروخ كيتحدد على الأساس بأن الأرض كوروية المصر ديال الصاروخ من يعني طلع الصاروخ كيتحدد على الأساس بأن الأرض كوروية ومشي الأرض سطحية لحساب السرعة مثلا أو لحساب شحال الجاز كتحتاج حول الأرض باش بشي توصل تخرج من الأرض وتوصل من الفاضة على هذا هاد الحسابات وهاد العمليات كيتحددوا وكيتعامدوا على قطر الدائرة يعني ما جاركا نقول قطر الدائرة يعني قطر الكورة الأرضية يعني القطر ديال الأرض وهذا القطر الدائرة ماشي غيشي معامل بسيط في الإكواسيون يعني تقدر غيتحدفو هايدا وصافي هاد القطر الدائرة وده شفتي مثلا دمشيتي من جوجل وشفتي الإكواسيون ديال فيلوسيتي ديال السرعة أو الوقت أو هادي عاد جبر القطر الدائرة كيتستعمل في البسط والمقام ديال الكاصر وسئتنا وسئتنا يعني الإكواسيون متعمقة بزاف مكتساعش مكتساعش سافل الورقة ماشي غي صغيرة موام ملخصا لأن هاد الحسابات هادي وده مشينا تجربة الحسابات كان يعتمدوا بزاف على القطر الدائرة وأن الأرض كوروية تخيل لو كانت الأرض سطحية وشهد الإكواسيون سيخدمه وشهد الإكواسيون سيكونوا أو نفسهم لا الإكواسيون عاد تبدل طوالما يعني مليك تشوفتين الإكواسيون ديال الدائرة عنا القطرة ولا نفس القطرة ولا عنا معاملة معاملة ديال جادر ومسائيل عاد تبدل كمبلتما عاد تبدل كاملة يعني ويدا كنتي عاد تتعامل مع حسابات معتمدة على الأرض سطحية ما شي هي الحسابات على أن الأرض كوروية وإحنا دابات اللي كان عارفوش عن قوله اللي كان عارفوه عن قدرنا نخيله اللي ما كان عارفوش كان عارفو بأن الحسابات الكورة الأرضية كتخدم يعني كتنجح في حالي قلت أربعمية حتن خمسمائة رواد الفاضاء وصلوا تقريبا ما قدرنش أقول لك شحامل أولف ديال الساطيليتات ديال الأقمر الصناعية والسفون اللي وصلوا للفاضاء وكاملين استعملنا هاد الحسابات بأن الأرض كوروية لأن ماشي غي وصلنا اليوم وقلنا الأرض كوروية جنخدموا الحسابات لأن استنتجنا وشوفنا شني كاين وكاين نصور الفيديو في حالي قوت لك وكان عارفو شني كاين في الأرض وهذا هو يعني الخلاصة الخلاصة بسيطة ولكن أي واحد يقدر يخمن فيها ويعمل تجربة ويفكر فيها ويوصل إن شاء الله من الفكرة واش الأرض كوروية ولا الأرض سطحية فعلا إذن كخلاصة دكتور بأن الأرض كوروية وبأن الكواصلين كتخدموا بهم كلهم كذبين بأن الأرض كوروية في تعاملكم مع رواد الفضاء الإساتريات التي يريدون في الفضاء الصواريخ التي يتم الإرسال لهم استقبال معلومة من الفضاء تعقب الليل والنهار كل هذه الأشياء كتتعاملوا معها على أساس أن الأرض كوروية وليس استطحية فلو كان استطحية فكاديس كل الأمور من ضراء أخرى نعم إذن نتمنى أن هذا الجواب يشفيه كيتام قولوا غاليل بعض المتتبعين لأنهم كانوا متوقعين بزاف أنهم يشوفوا الرأي يعني أي واحد يقدر يشوف من الصاروخ يطلع من كيندي فلوريدا ينطلق من فلوريدا ويعني تقريباً ربع ساعة يخرج أو نص ساعة يخرج من الأرض ويعاد تكون كاميرا يعني تقدر تشوف من الأرض عاد تشوف الكاميرا في الصاروخ عاد تشوف من الأرض كيف يعمل نعم يعني حتى المنطقة المكان اللي كيتم فيه منه يطلق الصاروخ عنده حسابات دقيقة بأن الأرض كروية وليس مستحى لماذا في هذا المكان وليس في مكان آخر من الكرة الأرضية ضروري علش مثلا الصاروخ كنت القوم كيندي ماشي من كليفلند فإننا هنا لأن كل شي عنده عنده القطر دي الأرض فوق الصاروخ عخرجنا عن من الحساب مثلا عن عمره الصاروخ بكيميات الغاز بايش يطلع نعم ويدمشي تيب نفس السرعة من الأرض ماشي هي نفس السرعة في الفاضاء لأن الجرافيتي تتبدل يعني يحسنا نعرف وفوق أشع نخرجه كان مئة كيلومتر تقريباً من القطر بايش نخرجوه أو لنفس القطر بايش نخرجو من الأرض وليك سعخصنا نعوطو السرعة وتكمبنسي لأن الجرافيتي تتبدل يعني على هاد على هاد النقطة مهم بايش ما ينعيخ روش صاروخ كاليفورنيا أو المغرب أو كينيدي أو أي بلاس آخر نعم إذن ضرور تكون حسابات دقيقة ومضبوطة فعلاً نعم إذن شكراً دكتور على الإجابة ننتقل دكتور إلى سؤال آخر اللي هو بتعلق بالفضاء مدام ما إحنا ما زالنا في الفضاء واش كتشوفوا يوم الأيام أن الإنسان يقدر ينتقل ويعيش خارج الفضاء في كوكب من الكواكب من غير الأرض؟ هذا السؤال صعيب لأسى النابيل تحدي البشرية ضروري ولكن هل يوجد كوكب الذي يمكن أن يدعم الحياة أو كوكب الذي صالح للسكن؟ السكن يعني هذا هو أحد الهدف للناغذة في البوحوت والاكتشافات فالهدف الأساسي الأول، الهدف الأول أستاذ نبيل هو البحث عن أدلة الحياة ومن إحنا كنسمع أدلة الحياة ما كان بغيش نقول مثلاً هذا كائن فضائي أخضر بججد رأسين أو لبيادي، لا كان بغيب كائن أدلة الحياة هي مثلاً أكسجين أكسجين أدلة على شكل المياه المياه أدلة على شكل أكسيد الكربون أو الجزائيات هذه هي أدلة بأن هل يمكن أن تكون هذا الكوكب مثلاً المريخ أو الفينوس أو العدد من الكواكب وتقريباً ناسا تقريباً تأكدت تن أربعة آلاف كواكب خارجية كواكب خارجية يعني إكسو بلانيت يعني إكسو بلانيت يعني كواكب لمشي على النجمة اللي كنعرفو أحنا اللي هي الشمس ولكن نجوم أخرى يعني إكسو بلانيت باش جمعوهم قولوا إكسو بلانيت ولهذا النازا الإدارة النازا وجاكسا والإدارات آخرين كلهم ممكن تعاونوا مع بعدياتهم باش يجبروا هذه الأدلة وعاد نقدروا نستنشو واش يمكن العيش في مريخ أو في بلاس آخر واحد نقطة آخرى شني ما كان الجاوب؟ إما الجاوب سيلبي أو إيجابي الجاوب سيكون يعني عايكون العالم كامل ماش كاعش يكون على غير الخبر من النازا أو لغير الخبر من هاد الويكالة يعني هادي الحاجة واحدة اللي كتتجيبني أنا في النازا هي المعلومات مني كتجي كتخرجن العالم كامل يتستفد منها أو لخصتك تعرفها يعني وذلك مثلا جاوب سيلبي مجبرنا ويلو مثلا في المريخ عا نقوله مجبرنا ويلو في المريخ ونحاولو في بلاس آخرى نحاولو مثلا في الجهة آخرى للمريخ أو لبلانيت آخرى مثلا كوكب آخر في بلاس آخرى وباختصار يعني عاي تكون هاد الاكتشافات وهاد الاكتشافات وهنا وهنا من الصالح الإنسانية كلها ماشي غين أمريكا ولا غين من النازا ولا غين مجموعة صغيرة ولكن عاي تكون إن شاء الله ننعالم كامل من الإنسانية كلها فعلا إذا دكتور في هاد الملواج شنو هي المشاريع العملاقة والكبيرة اللي كتخدم عليها النازا حاليا في الفضاء حاليا عندنا مشروعات كبيرة هي وحدة الرجوع إلى القمر للبحث عن الماء مثلا ومثلا الصناعة والمواد نحن دبعا نقدروا على علم المواد نحن في الأرض مثلا عنا المواد عن المعادين اللي كان عرفوهم periodic table كان عرفوا المعادين بالحق القمر عنده يقدر يكون معادين أخرى معادين قوية معادين أحسن من الحديد أو من تيتانيوم أو لأي حاجة يعني هذا مهم للبشرية مهم نقدروا نجبروا أحسن معادين في القمر هذه مثلا اكتشافات اللي عمقموا بيها في النازا هو الرجوع إلى القمر والمشروع أخو الكبير هو ذهب إلى المريخ ديجا وصلوا ناصيب من آلات ومن سفن الفضاء اللي مشات من المريخ ما ثلاثة مع أربع المرات ونفس الهدف هو البحث عن دليل الحياة هل يمكن أن الإنسان يعيش مثلا في المريخ؟ هل هناك هوا، ماء، كسير الكربون، ميثان إلى آخر الغازات مثلا هذا في الفضاء والمشروعات الأخرى كان المشروعات بزاق ضروري والمشروع أخر في علم البحث مثلا البيئي مثلا كتشوف أخمار صناعية كتشوف العالم كامل على حسب إذا كانت البيئة خطيرة كمثلا فايضانات أو الهوريكين مثلا اللي كيجوا في فلوريدا ومسائل هيدا يعني إصدرت معلومات هنا أعطلان كنشوفوا التلفازة كنشوفوا يومياً كنشوفوا الأخبار الطاقة يعني نقدروا نحسنوا ديك أخبار الطاقة ونجعلهم بريسيز كتار وكان عنا المشروع ديال واحد مسمي جيمس ويب ما عرفش ما اسمعته جيمس ويب تيليسكوب كان واحدة تيليسكوب كبير مسمي هابل وفرزيون ديال التانية اللي عايجيه مسميه جيمس ويب تيليسكوب هدا هو البروجيات كبارين ديال النازا اللي خدمين فيهم وكان تقريباً مئات مشروعات ولكن هادو أكبر مشاريع رجعوا للقمر ذهب إلى المريخ وتيليسكوب جيمس ويب هادو غير الفضاء الفضاء يعني كان مشاريع أخرى في الأرض ضروري طايران مثلاً طايران نازا هي القائد ديال طايران طايرات كهربائية كهربائية مثلاً الآن عنا طائرات كلهم خصوهم الفيول وانتناك تعرف ماشي إفشيينت ومسائل مثلاً طائرات كهربائية الآن نازا عند الخدمة بزاف في اختراع طائرات كهربائية اختراع طائرات بسرعة الصوت أكثر من سرعة الصوت يعني سوبرسانيك نعم يعني نقدروا مشيون من المغرب من أمريكا في جو ساعة مثلاً في عودت سبعة ساعة على حسب في المشين المغرب مثلاً هذه مهمة عودتانين جميع البشرية مشيغن النازا وإذا النازا اختراعات سوبرسانيك أو طائرة أكثر من سرعة الصوت ستكون لإفادة البشرية كلها في العالم كامل وعنا مثلاً طائرات بدون قائد يعني درونز يعني مثلاً خمّة من اليوم عنا تاكسي تخرج منتها أيضاً الزنقة تخد تاكسي ديك مننا خير لما تنع عندك تاكسي في الهواء فكرة مزيدة تقدر تقدر يعني باقي البوحوت حنا في المرحلة البوحوت ماشي في تطبيق حنا في المرحلة البوحوت والتستين يعني في التطبيق هو يجي موراهم حتى نحسبوه الحساب لكاين كامل ونتأكدوا بي أن كل شي صحيح وكل شي إن شاء الله يخرج مزيد عاد ديك ساعة التطبيق مع مع الناس مثلاً اللي كي فابريكة والطائرات وهذه وهذا أوكين هناك كذلك مشاريع يعني ممكن نقول أحلام يعني هو رحلات سياحية الفضاء نعم هدف رحلة سياحية الفضاء هي قريب يعني شركات كمثلاً Space Act شركات كمثلاً Blue Origin واخرين يعني تقدموا في إطلاق صواريخ بدون الناس بل ولكن في التجارب بينو بأن يمكن يعني تمنع يكون عالي كان تخيل تمنع يكون عالي واحد لأي واحد عمشي السياحة في الفضاء ولكن هذا كان تخيله أنا في القريب في القريب يعني دا واحد عشر سنين واحد يقدر يقدر يخلص يمشي مع الشركات ماشي مع النازا لأن النازا دي الدولة مع بريفي عا تكون مع الناس بريفي كمثلاً Space X ولا هادي و هادي بززاف كينا نسمى يعني هادي يمكن في الحياة دينا قبل ما موتوحنا المجموعة دينا نشوفوا هادي نشوفوا هادي في القريب إن شاء الله إن شاء الله كذلك دكتور بالنازا كتخدم في مجال الدكاء الإصطناعي إن هاد المشاريع اللي قلتوا يعني دخلها في الدكاء الإصطناعي خصوصاً طائرة بدون طيار الرحلات الفضاء رحلات سياحية الفضاء يعني هادي دخل في الجانب دي الدكاء الإصطناعي واش مكتشوش بإني لمشينا بهذا الاتجاه يقدروا واحد اللحظة اللقاء بإن الإنسان ما جابرش لخدمة دياله ملقاش لخدمة دياله ووظيفة دياله لإن الروبويات حتلوا درو كلهم الوظائف اللي يمكن الإنسان يديرهم ماشي ضروري ماشي ضروري للأستد نابيل مثلاً إذا بك نشوف إحنا الآلة الآلة رجعتك تساوب مثلاً تبني سيارة أو الطائرة ولكن لي مور دياله اللي بروغرامة دياله ليصنع دياله راه إنسان ميمكنش تعود الإنسان الإنسان ما عيتعودش شني اللي كتبدل هي الوظيفة مثلاً يمكن اليوم ما كنحتاجوا شي عشرة الناس إبني وصيارة قطر نحتاجوا مثلاً غير جوج وآلات إلكترونيوية ولكن مورهم كاين عشرين واحد أخر مثلاً في البروغرامين وفي القيادة دياله الروبوتات يعني ما عا تقدرش تغير دور الإنسان دور الإنسان عاي تبدل غيب مثلاً شني كيعمل لك الإنسان واش هو اللي كان كيعمل خدمة هادي ببني الدارة ولا ببني سيارة ولا ببني طائرة ولا قد طائرة ألا هو اللي كي بروغرامي لكي الطائرة يعني الميدان والشعبة تقدر تغير يعني وغتنا نكونوا موجدين لكي تغير إحنا كإنسان كعجبنا بعض مرات نبقاوه في الطريق ديالنا يعني كنعرفوا واحد حاجة وعمقاوه معها دائماً ولكن الإنسان خصو يكون موجدين تغير إذا كانت مثلاً الميدان تغير شوي الليمينة ولا تغير شوي الشمال خصونا نشوفوا كيفاش عامقاوه مع ذيك الميدان يعني كتشوف داماً مثلاً في مش يغير الصناعة في البيع الشراء مثلاً كانت هذي عشرين عام كنا كمشي وخصوك بشين الحانوت وتشري أي حاجة اليوم بتقدر تشري أي حاجة من من بورتابل من التليفون ما كتعنيش وأنا ديك الحاجة ما كتحتاجوشي ديك الحاجة باقي نتمة باقي نحتاجون الفلاح باقي نحتاجون سير الصناعة هذي وهذي غير مثلاً الطريقة باش نوصلون هذي كتبدلت يعني فالفكرة ديالي فكرة ديالي أن ما تقداش تعود الإنسان يعني الخوف بأن في واحد الوقت عايكونوا الروبوتات كي تتعاملوا مع كل شيء ما عايكونش لأن دائماً عايكون الإنسان حسن من ديك الروبوتات الإنسان تفكير الإنسان والداكة اللي يعني الإنسان عايكون دائماً حسن من الروبوت لأن البروغرامة ديك الروبوت هو إنسان يعني عايكون حسن منه فعلاً دكتور نقدرون نشوفه دكتور عثمان بن عيفان رائد من رواد الفضاء يوماً نعم يعني كون أنا كرواد الفضاء أنا مع الأسف الميدان ديالي مبعد شويش على رواد الفضاء يمكن كسياحة إن شاء الله كسياحة إن شاء الله مبعد شويش على الطائرة أو كنترول الطائرة ما شيغي في حال اللي قلت دابا نرجع لك السؤال اللي قلت دابا الصاروخ الصاروخ كل شي كامل مكنترولي من كنترول روم ياك تم كتجبار مثلا شي عشرين ثلاثين واحد كي كنترولي الصاروخ والقائد والقائد اللي قلت في الصاروخ ما كيعملش بزاف ياك بالحق ضروري ديك القائد في الصاروخ يكون كيعرف كل شي يعني يخصوكم كيعرف ديك القائد ثم إذا مشاتش حاجة تخسرتها ولا ما مشاتش في حال اللي كان مثلاً كنتخيل ولا كانت توقعه يعني يخصو يكون ديجا مترين في ديك المسائل يختاري صلحة يعني وخا كل شي بالكمبيوتر كل شي بالحاسوب كل شي بالصاروخ يطلع ضروري من ديك الإنسان يكون تماماً ويكون عنده تدريب ويكونك يعرف شني كامل فعلاً إذا إن شاء الله يتم هذا الحلم على طريق إن شاء الله سياحة إن شاء الله إن شاء الله إذا دكتور قبل ما ننتقل واحدة سؤال آخر نتمنى بغن نبهل الحضور الكريم الجمهور المتتبعين الكرام أنه إذا عندهم شي تساؤل يمكنهم يحطو هاد التساؤل باش حتنا فتحوا باب التساؤلات يكون ديكاً عندنا الأسئلة وجدة ونتمنى الأسئلة تكون مغيرة لهذه الأسئلة اللي يتم تطرق إليها في هذه اللحظة إذا دكتور سؤال هو شنو نضردي لكم للبحث العلمي في الجانب الفضاء في المغرب واش المغرب عنده نصيب في البحث العلمي في الفضاء؟ أو بالأشياء اللي كتعتم بها النازة كذلك؟ نعم نعم وإذا شوفنا في البحث الفضاء يعني ما كتعنيش مثلاً أنا نعطيك المثل ديالي المثل ديالي في علم المواد يعني كيفاش هتستعمل يعني علم المواد كاينة في الأمريكا وكاينة في الجامعة في إنتا وكاينة في طنجة وأقدير وجدة في أي بلاصة في المغرب كاين علم المواد ودراسة يعني الهندسة الميكانيكية أو الإلكترونيكية يعني كل هاد فرح ديال العلوم إما في المواد أولا هدي مهمة للفضاء دابا مثلاً واحد أخصي يقرأ في المواد قولنا المواد مثلاً ميكان المواد معادي مثلاً لا ينعطي استعمل في المغرب واش كاينة استثمار في الفضاء سو الواحد يشوف مثلاً واش كاينة استثمار الفضاء في المغرب داي كان عارفوا بيانا كاينة ساتيليت محمد الثالث أول بي في المغرب لانا بدأ استثمار في الساتيليت وفي الفضاء ومعرفتوا واش كاينة رواد الفضاء في المغرب ولا لا ولكن كانت تخيلنا في الظن ديالي مثلاً غاي في الاتيقات ديالي بانا داب واحد الوقت عايكون استثمار أكتر في الفضاء وواش نقربوا الفضاء انا شوفوا مثلاً قبل ما نشون الفضاء انا شوفوا شكل قبل منه مثلاً طايران والمجال الطايران في المغرب مجال كبير بززاف كان مية وثلاثي مية وثلاثي مية وربعين شركة في المغرب لكي استثمار الطايران إما أهلة الطايران، أجهزة الطايران أو الصناعة الطايرة كلها يعني كان في طانجة كان ثلاثة وربعة طانجة في الصناعة الطايرات كان في كازا كان في الرباط كان في دلاصة أخرين يعني هذه المواد اللي واحد عايقراهم في الجامعة اللي واحد عاي تتدرب في الهندسة أي هندسة ايروسبيس أو الميكانيك أو الإلكترونيك عاد تكون مهماً هاد الميدان طايران ومن الميدان طايران ما كانش واحد نقيزة كبيرة من ميدان الفضاء لأن ديجي عندك ترينين في ديك شيء نفس الأفكار تقدر تستبق من الفضاء من اللي كونستثمر الفضاء في المغرب كبر وكبر من اليوم زعم ما كان بزافة برفورسة ثاليا إذا في هذا الجانب هذا الدكتور مدم كين اهتمام وكين بحث وكين صناعة الطائرات في المغرب ما كتشوفوش بأن يوم من الأيام غادي ترجعوا لمغرب أو على الأقل يعني لما كاتفكروش ترجعوا لمغرب واش كين هناك تعاون في البحث العلمي في هذا المجال مجال العلم المواد بصفة عامة اللي هو الدومين ديانه فكرة الواحدة البحثة رجعن البلاد دائما كتكون الفكرة عند واحد اللي هاجرن البلاد أخر دعم أي واحد قدر تسقط سوله يقول لك نفس الجاوب يعني إنسان يترك وراء العائلة ويترك الأصديقة والذكريات والتقاليد وهذا وهذا إلى آخره ولكن الإنسان يقوم بهذا القرار يعني على السبب والسبب ديالي أنا هو طلاب العلم يعني باش نكمل الدراسة ديالي في طلاب العلم دائما خليها مفتوحة يعني إذا كانت الفرصة في المغرب إن شاء الله إذا إذا تحققت تكون مزيانة إن شاء الله ودابة في هاد الوقت هذا واش كين عندنا مثلا مشاركة مع جامعات مغربية أو لشركات مغربية بالنسبة للي أنا في الميدان ديالي في هاد الوقت دا باللأ هو الجواب اللي يعني أنا عندما كان هضرش أنا على حساب النازا كان هضر على حساب عثمان أنا على حساب عثمان بنعافل ما عنديش مشاركة مع جامعات المغرب لأنه ما شي ضروري في الميدان ديالي يعني إحنا دائما نكمشو الميدان يعني ضروري الواحد يشوف أي في أي شعبة يا ميكانيكا أي حاجة يخصو يكون كيمشين مثلا يحضر ديك المؤتمرات يعرف الناس يعرف الشركات في الميدان ديالي إذا ما يكون شي كتعرف هاد شكون اللي يعني شكون اللي في الساحة ديالي ما عتكونش باحث رائع يعني لاني أنا تقدر تكون كتخدم في البحث اللي يديج أخرج يعني ستكون عارف شني واقع في العالم كامل ما شي غير في كليفلند ستكون عارف شني كين في العالم كامل من المغرب إلى أي نحية العالم وفي هذا الوقت هادا ما عنديش مثلا كولابوسيو مع جامعة مغربية في البحث في شيء ميمري آلوي أو لتحسين مواد أخر اللي كنتستعملوها في الفاضاء والطايران يعني هذا أعيد يعني هذا المثل ديالي يمكن يقدر يكون شي باحث أخر هنا في النازاي ما هنا ولا في الصندق آخر في الميريكان يقدر يكون مثلا كيتعاملوا مع الإخوة المغاربة في شيء سيونس هنا كنشوفوا بعض الأحيان كنشوفوا كثير في دراسات النجوم ودراسات الكواكيب كان بعض الأحيان كنشوفوا الأخبار بأن الإخوة المغاربة كيدرسوا نفس الشعبة وكيعملوا كولابوسيو مع بعضياتهم وهذا مهم لأن الواحد الفكرة الفكرة ديانا أن تينا عا تسوفيها ببحدك وخطأة باش نسوفي المشكل الكبير أو المشروع الكبير خسنا نخدمه مع بعضياتنا الحاجة اللي كنا نعرفانا ماشي هي ضروري الحاجة اللي كتعرف انت وآخر الحاقد خدمنا مع بعضياتنا ستكون أحسن ممكننا نقوله بأن في أي لحظة يمكنك ترجع المغرب إلا كانت الظروف مواتية وأنك تتساهم بالبحث العلمي اللي عندكو بالأفكار اللي تطوير البحث العلمية في المغرب ما عنديش مشكل إلا كانت أن هالظروف متاحة ما عنديش مشكل لأنه خصني ضروري كون الدور ديالي كنتج شي حاجاً للبشرية يعني ماشي غل الخدمة يعني دور ديالي يكون مهم يعني البحث أو التطوير أو أي حاجة اللي كنديرها في الميداني اللي في علم المواد يكون فائداً شي واحد ماشي ضروري يكون للعالم كامل بحق هاته يكون فائدة مثلاً للمدينة أو لجيهة أو للمدراسة مثلاً دعمه ماشي كنقول لك يكون نوبل برايز ما عندي غارة ديكشيف هذا الوقت سامس الواحد وده بقاك يخمم خصوة نوبل برايز عاي خسار الواحد خصوة يخمم شني عقدار يعمل الدور ديالي ويعاون البشرية اليوم في أي حاجة في أي نقطة وده أول هدف ديالي إن في الوقت هذا كان أعتقد أن الهدف والدور ديالي في النازا مهم وإذا جاءت فورسة في المغرب إن شاء الله هذيك حاجة أخرى هذي مالا إن شاء الله شكراً دكتور إذا ما زال عندي بعض الأسئلة ولكن نشوف سؤال ديال بعض المستدخلين اللي طرحوا السؤال هو هل رصد أدكياء في الفضاء الخارجي؟ علماً أن الكثير في عدة دول يصورون فيديوهات عن أطباق طائرة يعني ما تتقلوا في هذه النقطة ديال الأطباق الطائرة؟ أعود السؤال لأسر نبيل؟ هل رصد أدكياء في الفضاء الخارجي؟ علماً أن الكثير في عدة دول يصورون فيديوهات عن أطباق طائرة يعني كان بزاف ديالناس اللي كي يصوروا في دول أخرى لأطباق طائرة، صحون طائرة واش هادو الناس في الفضاء، واش كان فعلا هادو أطباق طائرة ولا فقط يعني تبقى خيال ومجرد إشاعات ومجرد كلام، أم هو كان حقيقة في الفضاء نعم، 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 والجاوب نقدر نجاوبه هو، في أي وقت اللي كنشوفه مثلاً UFO يعني صح، خارجي إما في الأرض أو لا في الفضاء، عمره ما كتكون تصويره واضحة، يعني تصويره دائما كتكون شوية ماشي كلير، ماشي كلير، فعلاً، يعني هادو نقطة واحدة، علاش، وحايد سوى الرسول، علاش، اللي كنقدر نصويره، نحن كنصويره حتى الضرر، نقدر نصويره حتى الضرر وما نقدرش نصويره، صح عندك نماشي والسؤال الثاني هو، كين بزاف دي الأشياء الفضاء، إما كوكب، إما نجمة، إما صاروخ، أو لساطيلت اللي كيدورو كيتحركو يومياً كين غين نازا عندها تقريباً مئة صواريخ، وساطيلت وأقمر استناعية في الفضاء، يعني إذا ظهرت، وإذا واحد تصور هادو الساطيلت أو هادو السفن الفضائية، وما ظهرتش مزيان، واحد يقدر يتخيل هادو صح يعني آليينز، همتي؟ خيالاً، والنصيحة هي، قبل ما يخد ديك الفكرة ويقول هادو هي صح، يتأكد، يبحث، اش هادو صح، اش كون يصوره، كيف هش صوره، فوق هش صوره، فانش حل علو، شنه هو، يعني تقدر تكون غين نجمع، تقدر تكون غين كوكب، تقدر تكون غين شي صاروخ، لأنه إحنا في الأرض دابا، ماشية في أمريكا، في حال يقول لك المغرب عنده ساطيلت، الأمريكا عنده ساطيلت، والعالم كامل، يعني مثلاً لأننا معاً نستورش مع شركة أخرى أو دولة أخرى، عا نقول لهم، انتين أعلمني فوقش انتيناء على الصيف الصاروخ، معاً نكونش عارفة أنت، وأعتنى أنا كنكون فسماء عشوف ديك الصاروخ وداية عا نقول شنه هذا؟ يعني يقدر تكون صح، ولكن ماشي ضروري يكون صح، يقدر يكون أي حاجة أخرى، واختصار واحد قبر ما يشبر هاد الفكرة، حتى يبحث، يبحث، ويسوه الرأسه، ويعمل، ويسوه شكل صورة، وكيف الصورة، وفوق الصورة، ومسايل حاليه حسناً، إذن دكتور، إذا كانش تساؤل من غير الأسئلة التي تم الإجابة عنها، يمكننا أن نذهب على دكتور، وما حد عندنا الفرصة، ما ديش نلقوا بحال هذه الفرصة، كنشكره مرة أخرى عنه وقبل الدعوة، وباش يكون معنا اليوم في هذا اللقاء الشيق، واللي يجمعنا به بالمغاربة، وكذلك مهتمين من كل أنحاء العالم، دكتور كانت تساؤل آخر، اللي هو علاقة بالكون، يعني بأن الكون يتوسع، أو ما زال يتوسع، وهل هذه الفكرة كينا بعد ذا بأن الكون يتوسع؟ نعم، هذه ليست ضروري في الميدان ديالي، وما قدرت نجاوبها، يعني إذا جاوبت هذا السؤال هذا، يكون مثلاً غير فكرة ديالي وصافي، ما قدرت نجاوبها بأنك عجمي جاوب، يعني إذا جاوبت شي حاجة نجاوب بالعلوم، أو لنجربها بتجريبة، أو لشي حاجة اللي نقدر ننظر فيها، هذه سؤال مزيان، ولكن السؤال خصوية يكون سطرح نعالم الفضاء في الميدان آخر، شكراً دكتور، السؤال آخر دكتور، هو باعتبار يعني، يعني في المغرب، والمرجعية الدينية، ما تقوله بالنسبة للناس اللي كيحاول يفسروا كل الأحداث، ويربطوها بالجانب الديني، دائماً كيحاول أي اكتشاف، أو أي شيء تصلت له النظام، من هذه المشاريع العملاقة، مثلاً، كراوية الأرض وغيرها كيحاول يربطها دائماً بالدين، وإنما يلقى فهم للدين شيئاً ما لا يتماشى مع هذه النتيجة، سيقول بأن النظر غلطة، أو البحث العلمي غلط، لأن الدين ديانا كيقول للعكس، شنوك، واش دائماً، نشوفوا مقاربة الفهم الحقائق العلمية بالدين، أو لا هناك طرق أخرى للوصول الحقيقي؟ ضروري، كان الدين ديانا والشريعة والقرآن مهم في أي حاجة في الحياة ديانا، ولكن كان علوم ليس ضروري عا تقدر تفسر بالدين، أول حاجة أنا ماشي عالم القرآن بعدها، ولكن هذا اللي طرح السؤال، أو اللي مثلاً اللي بغا يفسر، أو لا ما يفسرش، هاد تجربة علمية، مثلاً أجبرنا هاد الحاجة هادي علمية، هاد تقدر تفسر بالقرآن، أو لا بالدين، أو لا لا، واش ديك هادك واش عالم دين، أو لا واحد عادي، يعني ديك ما نقول بأنه خستك تكون كتعرف بايش تقدر تفسرها، خستك تكون كتعرف جيد الحاجة، كتعرف ديك الميدين ديالك اللي كنت يخدم فيه لي العلوم، وخستك تكون كتعرف في الدين، ماشي عاد تخرج غي جملة، أو جوج كلمات، مالدين، وعاد تقول آه هادي قالت هادي يعني ماشية هادي، يعني العلم خطأ، الواحد خسته يعرفي في السر يعني يعني تفسير في العلم، وأيضاً عنا تفسير في الدين، يعني ماشي، وماشي سهلة، ماشي سهلة بايش تفسر الدين، وأنا ماشي عالم ديني، يعني الحمد لله كان عرفت شنه هو الدين ديالي الإسلام، وكان عرفت شنه هو القرآن، بلحق ما نقدرش مثلاً نفسلك أي حاجة اللي كنخدم فيها في العلم، بالدين، لأننا ماشي عالم ديني، وخستك تستاشر مع العلماء الدين، اللي كيعرفوا، اللي كيعرفوا تقريباً كل شيء في ديالك المنطقة، باش تقدر تشوف واش، واش عاد تقدر تفسل هاد، عالم المواد، أو لا أي علم، بالدين، لأنه كيين بزاف، العلوم يعني صغيرة وكبيرة ومخلطة، يعني ماشي سهل، ماشي سهل، فعلاً، دكتور هناك تساؤل من الجمهور اللي، واش ممكن الالتحاق بالوكالة النصا من الجامعة المغربية؟ خير، المثال، ومانت؟ مهم، هاد السؤال مهم، وهدا في المثال اللي أنا، اللي بديت هنا في الدراسة، ما كنش عندي، ما كنش عني الفكرة عن خدمة في النازة، ولكن كيفاش بديت؟ بديت يعني من، ماشي حتى كنت عن سالي، ماشي حتى كنت عن كمّل دراسة، بديت من الأول، من البداية الدراسة، كنفتش وكنبحث على كيفاش يمكن اللي نتضم مع هاد المجموعات ديال العلماء، يعني حضور مؤتمرات تقنية في المعواد، حضور اجتماعات، حضور مثلا الشتاج، يعني في الأول، ماشي حتى الأخر، ماشي حتى نقرأ ونسالي، ونكونوا علينا نسالي والدراسة، عاد ندون، نفكروا في الأبليكاسيون فين عامشي، من الأول، من الأول، من الأول واحد خصي تنضم من المجال تقني، يعني إذا كان العلم ديالك هو في المعواد، أو في أي هندسة، أو أي حاجة، من الأول خصي تنضم من هاد المجموعة على الساحة العلمية، ما يمكنش تبقى غير شدود في المغرب، أو لغير في الأمريكا، أو لغير في الصين، أو لأي بلاسة، هذا الشيء ستكون في الساحة العلمية، يعني كنتعرف شكون هو فلان في الصين، وشكون هو فلان في اليابان إلى آخره، وهذه النصيحة لأنني بعض مرات مني كنمشين في المدارس وكنعمل مؤتمرات، كنعنطين نصيحة تلاميذ للسنة الأولى من الجامعة، كنقول لهم خمّم شني عاد تكون في السنة الأخيرة من الجامعة، كيقول أغلبية ما كتكونش عندهم فكرة، فهمت؟ والنصيحة هي خمّم في ذيك الفكرة في السنة الأولى، وبدأ تخدم فيها شوية بشوية، فهمت؟ بدا شوية بتعرف الفيل ديالك، يعني في المجال ديالك من الأول، ما تسناش حتى ندخر عاد تبدأ تخمم شني واقع، ويخضر يكون الفرصة مثلاً على حساب الجامعات، أو على حساب وكالات أمريكية في المغرب يمكن، بأن تكون فرصة على الطريق الجامعة لحصول على خدمة، إما خدمة أو إكمال دروس في الولايات المتحدة في أمريكا هنا. جميل، دكتور سؤال آخر، شنو متى يمكننا نشوفو رائد فضاء مغربي في وكالات الناصر؟ أستاذ نبيل ماشي بعيد، مثلاً كين تقريباً شي 450 رواد الفضاء، منهم تقريباً، عندك عاد تقريباً ما عارفش في الدبل حق، تقريباً عاد تكون 12 إلى 13 من ذيك الرواد عرب، من ذيك 12 أو 13، كين تقريباً 3 من نوم والأربعة، تقريباً غير أدوغل، يعني تقدر نكون خطأ بلاس ماينس أهل أجوج، ثلاثة والأربعة من نوم سلمين، يعني كين واحد من السعودية، واحد من الإمارات، واحد أخوة ما عرف كمين، يعني ماشي بعيد، ماشي بعيد يكون رواد مغربي إن شاء الله في معنازة أو في أي ويكلة أخرى، يعني كاملين عنا في نفس المحاولة، يعني يقدروا عنا نفس الفرصة، يقدروا نحاولو نكونوا علامة، يقدروا نحاولو نكونوا أستيدة، أو نقدروا نكونوا رواد الفضاء، وباش يكون واحد رواد الفضاء، يخص يكون في البلاسة، فإن كان هذا المشروع مثلاً أولاً عاد تكون رواد الفضاء عاد تكون في المغرب إذا كان كان المشروع الفضاء في المغرب وهذا مشيغل المغرب أي اللاسة هنا في المالي كان في أمريكا كان النازو كان بزاف دي المشاريع دي الفضاء يعني هنا كان الفرصة الواحد يكون رائد الفضاء وطربيعات الحل مشي سهلة هدي عامين وليس السنين في أمريكا كانت يعني كان الفرصة يجيبوا رواد جدود رواد الفضاء جدود وتقريباً في واحد يعني أبليكاسيون تفتحت يعني أبليكاسيون ناس دوكي أبليكي وتقريباً ثمانين آلف واحد لي أبليكار غير من هنا البوزيسيون وحدى يعني كومبيديسيون عالية بزاف يعني ستكون كتعرف الشغل دياليك تكون تشتهد كبير في إلا إذا كنت مثلا قائد أولا عاد تكون باحث ماشي ضروري تكون غير قائد باش تكون رواد الفضاء يتقدر تكون باحث مثلا وحتى عامل العمر السن كيلعب الضغر صحيح والصحة والصحة ضروري لانا عاد تكون تما في الفضاء مكينش الجرافيتي ودات الإنسان كتتعامل بطريقة آخرى يعني كل شي هذا يعني طريقة تفكير طريقة الصحة والشخص والسنة يعني كل شي كي كل شي مهم باش تكون رائد الفضاء وإن شاء الله نشوفوا شي مغربا إن شاء الله رواد الفضاء من المغرب إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله لما لا دكتور تقريبا كم عدد الكفاءات المغربية لتشتغل وكالة الناس تقريبا لحد علمك حد علمي نقول لك دابا تقريبا خمسة للناس تقريبا كينش كين أنا وكين كان عرف واحد سيد هنا معانا في غلين في الصندخ ديه غلين كين واحد الأستاذ أخر في كاليفورنيا الودراشي كين واحد أخر في غوذر في واشنطن دي سي هيشام كين واحد الأستاذة نسي ترى بشني اسماتها هي واقلة في غلين مهم كينش يربعة أو خمسة ما كينش بززاف اللي كان عرف أنا كمال وضغيري كمال وضغيري في كاليفورنيا في جي بيل يعني ما كينش في أسماء وجي بار كذلك نعم 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 صحيح وما كينش بززاف مهم الأختصار ما كينش مثلا مئات ومئات كين تحسبهم غاب يدق مثلا رؤوس الأصابع جميل الحمد لله شرف لنا أننا نحظو باستقبال ممتل مغربي في وكالة النظام الأمريكي دكتور هناك سؤال آخر وهذا سؤال مهم وخصوصا في البحث العلمي والناس اللي كيهتمو اللي عندهم تطلوا عنهم يكملوا الدراسة ديالهم في هذا المجال الأول تحقق ذلك بوكالات الفضائية الناصا الأهمية ديال اللغة الإنجليزية كيفاش ساعدتكم اللغة الإنجليزية للوصول أهداف ديالكم لأنها معروفة بيننا في المغارين بالبحث العلمي أو حتى من بعض الباكالوريات يعني العلوم بالفرنسية لكن حاليا أنتم في الناصا بطبيعة الحال كل شي باللغة الإنجليزية فما دور اللغة الإنجليزية وكيفاش ساهمت اللغة الإنجليزية ديالكم باش أنكم تحققوا هذا الأهداف الدور كبير بالجاب بالزاف يعني الدور اللغة الإنجليزية في العلوم الدور كبير بالزاف لأن مثلاً عندما تشوف علوم الفضاء أو علوم الطيران إلا إذا كنت مثلاً في أمريكا أو لا تكون في أوروبا أو لا تكون في الصين كنت حدثوا باللغة الإنجليزية يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة العلم تقريباً يعني كان ضروري ماشي ضروري إذا تكون غيهية بحق أغلبياً أغلبياً الإنجليزية مهمة بجدام أنا من اللي جيتنا هنا في الأول ما كانش عندي الإنجليزية قوية ولكن كانت فرصاً تعلموا الإنجليزية في المدرسة وكانت الغارض الواحد في السيقرة ضروري مخصيك تعلم الإنجليزية يعني إذا كانت الفرص الواحد في المدرسة أو في المغربية أو في أي بلسة يتعلم الإنجليزية وإذا كانت عنده الغارض يكون عالم في البحوت مش غالفة أي بحوت يعني ما أود الهندسة أو أي حاجة نصيحة الإنجليزية مهمة بزاف الإنجليزية ضروري ما تكون عندك في تول باكس ديالك يعني فيما مشيتي على تستعمل الإنجليزية مشي ضروري فيما مشيتي على تستعمل فرنسية أو الإسبانية أو العربية حق فيما مشيتي المؤتمرات مثلاً شوف غير المؤتمرات أو غير مثلاً نشر صحو في المجلات مثلاً كالكتاب ديالك مثلاً الأستد نابيل أو الكتاب أو أي حاجة بايش كتوصل للعالم سيونتيفيك كتكون بالإنجليزية أصلاً جامعات في المغرب وفي المدن في العالم العربي من اللي كينشروا في المجلات يعني البحوت والاكتشافات كينشروهم أغلبياً باللغة الإنجليزية لماذا؟ لأن العلماء أكثرهم كي قرأوا ديالك المجلات والعلم كينشر باللغة الإنجليزية في العالم كامل مشي ضروري لفاح البلاتة هذه نقطة مهمة نقدرون قلو بأن اللغة الإنجليزية خصوصاً الناس المغربة اللي بتفكرة أنهم يكملوا القرية ديالهم في أمريكا أو دول أجنبية أخرى لكن في الجانب العلمي ضروري اللغة الإنجليزية ضروري ضرورية اللغة الإنجليزية وضروري تبدأ من الأول من الأول يعني ماشي حتى تتسنى حتى نكون عنا نتخرج أنا من المدرسة عدا عمشي نتعلم ديالتي الفرصة خصيك مثلاً مليعة تكون في الجامعة يا عندك دكتور يا كتخدم الدكتورة أو الماستر أو أي حاجة خصيك تكون تينا هو اللي كت خرج إسمك على بر يعني ننشار الأفكار ديالك ننشار البحث ديالك في الإنجليزية في المجلات السيونس أو الماثماتيكا أو البزنس أو أي حاجة اللي كتقرى فيها ماشي ضروري غير العلوم خصيك باللتي يعني قبل ما تخرج خصيك ضروري يكون على مثلاً نشارتي مجلة والإسم ديالك والبحث ديالك هيدا باش كتستبليش ديك كنقول هنا استبليش رنعيم يعني خرج الإسم ديالك تما باش كيكون عندك واحد بخيزة واحدة نيفو مليعة تخرج حسل الخدمة أو تقرف بلعصة أو أي حاجة فعلاً دكتور لأن للأسف عندنا في المغرب مجموعة من طلبة اللي كيهتموا بالجانب العلمي ديالهم في الفيزياء أو الكيمياء أو مواد أو مجالات أخرى علمية لكن تبقى يركز على المجال دياله بالفرنسية وممكن ينسل اللغة الإنجليزية حتى كيتخرج ليشد الإجازة أو المستر عالي أنه سيبغي يدفع يكمل القرية دياله برا كيتستظم بأن خرصوا كل شيء يدروا باللغة الإنجليزية ولأسف تلقوا بأن حتى المنشورات عنده باللغة الفرنسية أو القليلة يعني شنو نصحتكم دكتور للشباب المغربي اللي طموح وبغى يكمل الدراسة دياله ويحقق الأهدف دياله ويوصل الأبعاد مدى في الجانب العلمي من هذا المنوع شنو هي النصيحة دياله شوف أنا عن جاوبك الأستاذ نابيل وقبل نقول لك واحد النقطة واحد النقطة مثلاً فينك تكون الشعبة الشعبة دياله إحنا اليوم كنتظروا على علم المواد شعبة علم المواد فينك تكون شعبة علم المواد في الجامعات مثلاً هنا فإننا في كليفلند الشعبة هذه موجودة في أي جامعة يعني 20 جامعة تقريباً في الويز أوهايو كانت شعبة علاش؟ لأن في ولاية أوهايو كان صناعة كان صناعة وكحتاج المهنسين المواد مهنسين ميكانيك طبعاً رجعنا للنقطة ديالك إذا كنت أنا مثلاً كنقرى بالفرنسية أولاً كنقرى العلم ديالي بالفرنسية يعني عندي فكرة مني عن تخرج خصة تكون عندك الفكرة مني عن تخرج كان هذا المشروع هذا قدر نأبليكي دياله همت؟ والحق وده كانت ما عندك فكرة أولاً كتقول أنا حتى نتخرج عاد عن النضام من العالم سيونتيفيك هذيك فكرة خاطئة يعني من الأول إذا كنتك تتعلم مثلاً تدوره زيالك بالفرنسية وما تهتميش مرة بالإنجليزية بالحق عرفي أن تحتاج الإنجليزية من بعد هذيك خاطئة يعني من الأول خاطئة تتعلم يعني أنه كلمة تكنيك ليس سهلة ليس سهلة تحولها من الفرنسية من العربية إلى الإنجليزية يعني خاطئة تتعلم شويش في التكنية ليس غير هذرة ليس غير هذرة بالإنجليزية ليس في مواد علمية يعني نصيحة إذا كنتي بغيت تضندم من العلم على ساحة علم عالمية في أي بلاسة يعني مثلاً ما تكون ما بغيت نقول زيان ما تكون عارف أنا عمشين الشركة A أو الشركة B أدك مزيان وإذا كنت عندك الفكرة بحق وإذا كنت عندك الفكرة عمشين الشركات اللي كيعملوها تشغل هذا عالمياً عنا نبدأ بالإنجليزية من الأول السنة الأولى في الجامعة أو السنة الثانية في الجامعة على حساب بروغرام ديالجامعة تبدأ من الأول تعلم اللغة الإنجليزية لأنها عتفيدك بزاف ونقوله مثلاً ما فاتتك شيء مشيتي تخدم مثلاً في فرنسا أو في الصين أو في بلاسة آخرى وإذا كنت عندك الإنجليزية في حالة معك شخص آخر دائماً عتفيدك نقوله مثلاً ما أحتاج شيئاً دائماً عتحتاج شيء حاجة آخرى يعني في المريكان هناك نقوله وين وين يعني ربح ربح يعني يا مياه استعملتها عتربح ما استعملت شيء عتربح ما استعملتها عتربح فمن الإحسنية التعلم اللغة ما يشد لما استرحة يكون عنده الشعبة دياله ضبطها مزيان توجه دياله زائد لغة تانية اللي هي لغة العلم اللغة البحث العلمي اللي هي اللغة الإنجليزية مرة أخرى نتمنى أن الأشخاص يأخذون هذه المسألة بجد لأن دائماً عندنا نوصل لذلك المرحلة ويحن الله هذا خاطئ هذا خاطئ من الثمان إلى الثمان مربيت ما مزيان ولكن خاص للإنسان يحدد الأهداف دياله كما قلتم دكتور منذ البداية بحيث يوصل لذلك المرحلة ما كيلقاش صعوبة لتحقيق الهدف دياله دكتور كين سؤال آخر من الشخص يونس يقول كمهندس في الهندس نعم دكتور نعم كنت عن زيدك و كنت عن قلتك النصيحة و لا تنساش أن أي طالب في الجامعة لا تنساش إذا تشدت باب الأولى لا توقع لا توقع لا توقع فعلا أخير دليل حالة ديالكم في السطاج مع الناس التي تقريباً أزيد من عشر مرات أنتم لم تدفعوه و لم يرفضوه ولكن تقريباً في هذه المرة 11 أو 12 تم القبول ديالكم بالمتابرة والإسرار صحيح إذا دكتور هناك تساؤل من سيونس يقول أنا كمهندس في الهندسة الميكانيكية و كيف يمكنه أن يجعل موضوع في الدكتورة في الجامعة المغربية بدون المرور من تكوين في الهندسة في أمريكا و كيف يمكن أن هالديبلومات المغربية معترف بها في أمريكا إذا عنده ديبلوم في الهندسة المغرب وبغير يكمل قرية دياله في الدكتورة في أمريكا و كيف يحتاج أنه يحتاج يأخذ الهندسة في أمريكا أو فقط ديبلوم المغربي كله يمشي ديركت ديبلوم المغربي معتبر عالي معتبر من الأحسن ديبلومات في العالم هذي باش تعرفوها نقطة مهمة هذه النقطة مهمة بأن الديبلوم في المغرب مهم بزاف كيف تعتبر في العالم كامل بلحق كان يبعد النقطة مثلا مثلاً إدوجتي عامين أو لثلاث سنين ما كملتش ديبلوم وبغيتي جي تكمل ديبلوم ديالك في أمريكا هذيك على حساب الجامعات كان الجامعة مثلاً يخدموه بالسيستيم ديال النقطة همتي؟ ديال كريديد مثلاً عصدر تقول لك مثلاً عن قبل لك عشرين كريدي بلحق ستك تعاود جوج أو لثلاثة ديال الكريديد مثلاً ما يوقع على ذلك المثال مثلاً من اللي جيت أنا والأخ ديالي من أمريكا ومشينا الجامعة ووريتهم نعم الورقة ديال باكالوريا مزيانة كل شيء مقبول ومشيت عملت واحدة متيحة الإنجليزية وأنا ما كان عرف الإنجليزية كان عرف جوج كلمات لثلاث كلمات لأن في ذلك الوقت هذك من اللي الجامعة قلت لا هذك تعاود الكورج ديال الكورج ديال الكورج ديال الماتيماتي الكورج ديال الفيزيي وأنا جت لي فكرة ديالي جيتني قلت خدمت يعني خدمت في باكالورد الخدمة كاملة وأنا عودة بالإنجليزية وهذه في الساعة اللي كنت اللي قالوا هالي من بعد حتى كملت كانت أحسن حاجة اللي عملت لأن هذا الترود كان مهم بزاف لأن تعلمت ليمو التكنيك الكلمات التقنية بالإنجليزية تعلمت الألفاظ بالإنجليزية كانت مهمة بزاف يعني هذا المثال يعني الواحد بالديبلوم في المغرب عايجين أمريكا ولا بلاسة أخرى عاي يكمل هذي ديبلوم مقبول ولكن يمكنك تعود شيء أقصى وما تشوفهش بأنه شيء حاجة نيغاتيف سلبية هذي تجربة ديالي تجربة مهمة تجربة يعني على تدربك من المستقبل على تدربك من عمل ديالك فعلا شكرا دكتور شكرا جزيلا على الإجابات الرائعة ونتمنى أن الحضور الكريم تم الإجابة على جميع التساؤلات إلا كان مازال شيء السؤال اللي لا تطرق اللهم على الدكتور عثمان بن عفان فهم كلكوا تحطوه الآن قبل أنه انهي هذا اللقاء مرة أخرى دكتور يعني شرف لينا وخصوصا هذه الكلمة الأخيرة اللي قلت خرقت فينا طاقة إيجابية أنه ديبلوم المغربي معترف به عالميا خصوصا في الجانب العلمي فتبقى فقط الطالب المغربي دير من الجهود تتعلم اللغة الإنجليزية لأشيقة لأبواب مفتوحة قدامه في المجالات كثيرة ومن أجلية تحقيق الهدف دياله يداد دكتور واحد نقطة واحد نقطة الأستاذ نبيل على حساب الواحد اللي اللي كيحلم اللي كيبغي يقرأ في أمريكا واحد نقطة واحد مثلا مثلا عندما يدخلون الطيارة ويسد الطيارة ويعطيبون هذه تعليمات المسائل يقولوا مثلا إذا وقعت شي حاجة ما تشوفش غير الباب اللي بغرتك تقدر الباب تكون قريبة مورك نمتيني مورك سمعتها وشني بغيت نقول زعمة واحد يقدر مثلا يتخيل وباغي يعمل وباغي يمشي إلى أمريكا وتقدر تكون الفرصة قدامك قدامك في المغرب نيت في نفس المدينة أو لاغي مدينة ماشي بعيدة بززل الواحد زعمة ما يمشيش غين الفكرة أنا باغي يمشي من الخارج يشوف بلاد يشوف المغرب كين فرصة المغرب من المهندسين والعلماء وإلى آخره يعني ما ما يخرج هذه المرة خمّم بي أن تقدر تكون الفرصة قدامك سمح لقطعتك الأستاذ نبي بالعكس بالعكس دكتور نشت لك في وقت قرب ساعة وخمسة وعشرين دقيقة والوقت مر بسرعة ولكن هذا شرف لنا كبير أنا اليوم معنا من النازا نسمعك مباشرة على هذا اللقاء الخاص اللي فتنا فيه بزاف خصوصا للناس العلميين اللي كديروا جيني سيفي الناس اللي كيف الطاقة الناس في الفيزياء طلبة اللي عندهم أحلام باش يحققوها يعني هوا حول ما أمامنا وقدامنا شاب مغربي قراف الابتدائي ثم الكوليج ثم الليسي في المغرب وبالتالي ما كان عندهم حلم كبير أنه يوصل للنازا لكن بالمتابرة والجد والعازمات تحقق على وخصوصا أنك ما زال الحمد لله شاب ابن الثمانينات نعم ثلاثة وثمانيين ثلاثة وثمانيين أتبارك الله ثلاثة وثمانيين ما زال عطاء في المستقبل إن شاء الله هناك سؤال دكتور قبل أن نختم هذا اللقاء تنشوفوا بأن في الفضاء إذا كان لساتيليت بزاف كان السفون فضائية ولا الفضاء قدروا نقولوا ملوة فين تمشوا هذوك المسلشيات ديال الفضاء مثلا على حساب الأوربيت على حساب المادار الخرد الفضائية مثلا إذا كان المادار الأوربيت قريبا للأرض مثلا الساتيليت اللي كيكون مثلا قمر صناعي اللي كيكون عندهم عندهم الغارض مثلا في الخدمة عام أو أشهور أو بعض الأشهور من بعد هاد الوقت كي يقوز كينا الجاذبية للأرض يعني الجاذبية للأرض كي تجبدوه وغي كيتخول كيتحرقو يعني ما كيوصلش تاني الأرض يعني الساتيليت صغير يعني الأقمر صناعي صغيرة غي كتتخلن للأرض كتتحرق ما تتوصل حسنا للأرض يعني ما عدتش علينا وليش حاجة اخرى نعمت؟ وكاين الساتيليتات كبارة لشوية الأوربيت اللي في المدار بعيد شوية من الأرض ما كانش الجاذبية كبيرة يعني عقدار ديك الساتيليت يبقى يدور تما عشرين عام نعمت؟ وكاين واحد تصويرات ما عدش في أونلاين عدشوفش حال كاين مساتيليت في الأوربيت ديال الأرض بزاف يعني يعني لا يقع تصادم أو شيء ما تخيلش كاين وكاين نازا والإدارة أخرى والوكلات أخرى كيخمّف هاد المشكل كيخمّف تلوث يعني دابعك شي صايفة الصاروخ تقدر تجبرت تلوث حداك وكيوقع أصلا في الإيسس في إنترونيشنال سباي ستيشن بعام مارد كيجيوا تلوث وكيدرب في اللوحة شمسية ولا فلانتينة ولا شي حاجة يعني هو مشكل كاين هذا مشكل وخمّم دابع إذا كانش شركة ماتة لانعنقوله اقتراح أنا عثمان بن عفن عمدو شركة عمشي نقل نقل فضاء يقول لنا عقل يدي فكرة مزيانة إذا الوحيد دي الشركة عمشي طلع ويدي نقل حايد هذوك المصالحينش وحايدهم يهبطهم من الأرض وحايدهم مرة يعني هذا يقول مشروع مشروع مزيان إذا كانش يطالف لجامعة يخمّم شي مشروع لاننا صحيح هذا السؤال مهم والسؤال يعني كنعيشه اليوم نعم يعني الصاروخ هذا عشرين عام هو كيضر تمام مصالح نواله مصالح نتاح حاجاته كيضر لان باقي الجاذيبية باقي مجبدةش وشين العرض مجبدةش تقليل الفضاء نقي لاننا عايكو المشكلة في واحد الوقت يقولي ازديحام تقولي حرب الفضاء ازديحام وخطر يعني قدرون ندروع لحظة كيف تنقول هاد الأرض الأرض ديالي الحدود ديالي كدولة فانقدرون نقول الحدود ديالي في الفضاء نعم نفس الطريقة اللي كنقول الحدود ديالي الأرض وحدود البحار عمدا نقول هاد الطرف هاد ولكن عرفت كيف كان واحد المشكل عرفتشني المشكل الكورة الكورة الارض كوروية كدور داليوما قنسيك تشوف نجمة هنا وغدا ما عا تشوف ايش لان كورة كوروية كدور يعني خصتك إما تحكم في فلور بيت ديال الكورة أرضية كامل او لا ايو مثلا نقوله مثلا نقوم 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 عن قوله هاد الطرف ديالي في القمار ولكن نحن باقي بعاد مننا إن شاء الله ما يكون هاد المشاكين ودخدمنا كامل مع بعدياتنا حسن نحسن العلوم والإنسانية حسن من من هاد شوية منافسة لمصلحة دكتور مدام أنكم قريبا الفضاء والبحث العلميين متعلق بالفضاء والأرض والبيئة وكل ما يتعلق بالكون يعني شنو هي فلسفتكم الحياة في جملة كيفاش كتشوفوا الكون كيفاش كتشوفوا الحياة بالمنظور بها التجارب الكبيرة اللي مرتوا بها كيفاش ندرتكم الكون الحياة العلم فلسفتكم في الحياة الفلسفة الحاجة اللي تعلمت أنا من من باكالوريين دابا كذ الوقت مثلا في الدراسة وتكوين إلى آخره مثلا كنت كنخمم أنا في التخميم ديالي كنت كنخمم كنعرف بزاف في السنة الأولى السنة الأولى الجامعة قلت أه أنا تعلمت هذا كنعرف من لي ساليت من لي ساليت الدراسة ودخل صنخدام فهذا الوقت هذا كان قل ما كان عرف والو لماذا يعلم هذه الفلسفة كنت كنخمم بأن كنعرف كل شيء دابا من لي عرف شني كاين كان قل ما كان عرف والو باقي سنين تعلم همت هذه هي النقطة ديالي الواحد يقدر يخمم يقدر يقول كان عرف هذه وهذه 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 ولكن إذا مشيت بحتي وإذا عملت التمرين ديالي وبحتي وشفتي ومسائل عجب الرأسك بأن كنعرف والو همت فعلا هذه الفلسفة ماشي ما كنتعرف ولي يعني ولي لأنه مازال مازال حياة كاملة تقدر تخضيها بالتعليم فعلا حياة كاملة حياة كاملة دراسة فعلا يقدرش همالإنسان قرب الزاف وقدرش همالإنطور المستوى دياله إلا كيكتشف إنه لا يعرف شيء بمقارنة مع ذلك الأشياء اللي يكتسب فهذا الحمد لله كيزيد الإنسان تواضع باش أنه دائما يبحث عن المعرفة وقدرش ما الإنسان ما تطورش لحياة دياله ما تطورش لحياة دياله لبحت العلم دياله وقدرش ما أنا يقول أنا عارف وبالتالي كيكون الكبرية دياله كيزيد إرتافع وبالتالي التعامل وفلسافة للحياة تكون مقلصة من شيء كثير من النام الكبيرة نعم وقدرشوا هذا المثال في الحياة كاملة يعني في حالة قلتين مع الأطفال العائلة أو في المجال العلم في نفس الطريقة الواحد الصابي الصغر يقول أنا أنا أعرف كل شيء ووالدي يواري مليكي كبر يقول آه كنت خاطئ الله يسمحنا من الوليدين يعني في نفس الطريقة في العلم في نفس الطريقة في العلم يقول لك عقلك ستعرف وشوفتي وشوفتي ولكن يجي واحد الوقت تقول يعني باقي سنين نعرف شوية نزيد نعرف شوية نزيد نعرف شوية في نفس الشخصية علمية دينية أي حاجة مثلا تفت الدين دينا مثلا واحد يقرأ آية الجوج ولكن حسن واحد يقرأ صورة أو لا أو لا صورتين يعني ما أوتيت من العيمين إلا قليلة نعم صحيح فهلا إذن دكتور شكراً بزاف بزاف بالمغربية كما يقال على قبول الدعوة ومرة أخرى وعلى صدر الرحم لأنك جاوبتي على جميع التساؤلات تقريباً المباشرة وغير المباشرة من الجمهور الكريم الذي متبعنا منذ بداية هذا اللقاء ماكرهاش نزيدون نشدوك أكثر مدام عندكم الوقت تقريباً 12 أو الوحدة تقريباً الوحدة ونص الوحدة ونص الوحدة ونص فشكراً جزيلاً لك مرة أخرى ونورتنا بزاف ونهار كبير هذا أننا شفناك من النازا وعنك شاب مغربي طموح وحققت الأهداف ديالك وكنت متى الكبير المغاربة والعالم اللي بغى أن يحقق الأهداف دياله فمرة أخرى شكراً جزيلاً على قبول الدعوة وكلما أخيراً دكتور ونصحتكم الشباب اللي يمكن أنهم يخدوها بجدية لتحقيق الأهداف دياله شكراً الأستاذ نبيل لهذه الدعوة وتمنى بأن هذا الساعة ونص اللي دوزنا مع بعضياتنا كان بعض النوقات مهمة لنصيحة للطلاب في الجامعة ونصيحة الإنسان كامل اللي في مجال العلم والنصيحة الأخيرة اللي نقدر نسدو بها نقول لك بالإنجليزية هي فعلاً يعني هذه هي النصيحة وما تنساش وإذا تغلقت باب نمرة عشرة تقدر تفتح باب نمرة أحد نمرة أحد كما فتحوا الدكتور عثمان بن عبد شكراً شكراً دكتور شكراً للحضور الكليم تتبعين الكرام على تتبعكم لهذه الحلقة المباشرة مع ضيفنا الكبير العالم المغربي بوكلة ناسا الأمريكية شكراً مرة أخرى دكتور وإلى لقاء آخر شكراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام السلامة دكتور شكراً